منكوب وكارثي ودوما على شفى الانهيار هذه هي العبارات التي لطالما وصف بها المسؤولون الوضع الصحية في اليمن وهذه المرة من مديرية بيحان وعلى لسان مدير عام الصحة والسكان ومن هذا المنطلق ومن هذه المؤشرات الصحية التي ذكرتها فنحن لقنا اليوم ومن هذا المكان وأنا مسؤول في القطاع الصحي على المديرة بيحان منكوبة وإذا لم يكن هناك أي دخل فنحن لقنا لمسؤوليتنا في القطاع الصحي ونحمل المسؤولية المختصين والمعنيين الذين على يدتهم أن يفترضوا يدخلوا تاسع حالة مصابة بحمى الضنك توفيت اليوم وتم حصر أكثر من 880 حالة إصابة في مختلف مدن وقرى المديرية خلال أسابيع قليلة فقط لتقف مستشفيات المدينة عاجزة عن توفير الرعاية اللازمة للمرضى بيحان وعسيلان أكثر مديريات محافظة شبوى تضررا خصوصا في ظل استمرار المعارك مع الميليشيا في منطقة بيحان وما ينتج عن ذلك من سقوط للعديد من الجرحى وتسببها في نزوح الكثيرين بالإضافة لوجود بؤر لبعض الأمراض الوبائية مما يهدد بانتشارها ليصبح الوضع في المدينة مترد ويهدد بكارثة صحية وتوقف نهائيا لنشاط الخدمات الصحية فيها